يقول الإمام الرضا عليه السلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا قيل كيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس كلنا مسؤول عن هذه الوظيفة أن نتعلم بعض علوم أهل البيت ونعلمها الناس الناس كل الناس حتى لو لم يكونوا مسلمين حتى ولو لم يكونوا على مذهب أهل البيت علموهم ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به وورد عن الإمام الصادق عليه السلام بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة يعني إن تبادر أطفالك بالحديث قبل ما تتأثر بالعوامل الأخرى بالتيارات الأخرى أنتم في الغرب تتحملون هذه المسؤولية أبناءكم شبابكم عرضة للتأثر بالتيارات الفكرية المختلفة الشاب في الغرب الشابة في الغرب أولادنا في المدارس في الغرب يتعرضون لتيارات فكرية مختلفة الحادية علمانية لا دينية لا أدرية تيارات مختلفة أنت لا بد أن تبدأ ولدك بالحديث قبل أن يتأثر بالتيارات الأخرى لا بد أن تجلس مع أبنائك لا بد أن تجلس مع أصدقائك لا بد أن تجلس مع زملائك قبل أن يتأثروا بالأفكار الأخرى